السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهكم موجزا بأهم الأنباء أستهله بسم الله الرحمن الرحيم نقش رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زين أحمد القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل وزيادة العمل الإغاثي والتنموي إضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة لتسهيل أداء شراكع العمل الإنساني في مختلف مناطق اليمن وأتطرق اللقاء إلى الإجراءات والخطوات التي اتخذت الحكومة لمواجهة الآثار المحتملة على الوضع الإنساني في ضوء إعادة تصنيف حكومة الولايات المتحدة لميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أكد وزير الخارجية وشؤون المقتربين دكتور أحمد بن مبارك أن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية في صدارة الأولويات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي وأوضح بن مبارك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بروكسل بشأن تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة طبيعة الإجراءات المطلوبة اتخاذها من جانب الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن إدراج ميليشيا الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية يعتبر من أولويات تلك الإجراءات وعلق على التوجه الأوروبي بإرسال بياثة عسكرية في البحر الأحمر نقش وزير الداخلية الوروكن إبراهيم حيدان مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في التهاكات حقوق الإنسان القضي حسين عمر المشدني وعضو اللجنة القضي أشرق المقتري وضع النزلا في فروع مصلحة التأهيل والإصلاح في المحافظات المحررة وضرورة تحسين الخدمات فيها وتطرق اللقاء إلى منقشة تفعيل المحاسبة والرقابة الداخلية لبعض منتصبي الأمن الذين يشتبهوا في ارتكابهم مخالفات ورفع القدرات والمفاهيم القانونية والحقوقية للكادر الأمني وتفاعل الوزارة وقطعتها مع استفسارات وتحقيقة اللجنة تصدت قوات دفاع شبوة مسنودة بوحدات من قوات الوية العمالقة لمحاولات التسلل لعناصر ميليشيات الحوث الإرهابية تجاه مواقعها في جبهات مديريتي بيحان شبوة وحريب ماربة وذكرت مصادر ميدانية بأن قتلا عنيفا دار بين الجانبين على مشارف عقبة القندع التي تربط بيحان شبوة بمديرية نعمان في البيضاء عقب محاولة الحوثيين التسلل نحو وادي خير وتم تصدي لهم وتكبيدهم خسائر كبيرة وفي مديرية حريب جنوب ماربة تمكنت قوات الأمالقة من إفشال محاولة تسلل حوثية تجاه منطقة أثل شمال المديرية وكبدتها خسائر في صفوف عناصرها الإرهابية يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفارقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة وقالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خمس عشرة مجزرة راح ضحيتها مائة وثمانية عشر شهيدا ومائة وتسعون مصابا خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية لترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى سبعة وعشرين ألفا وتسعة عشر فيما وصل عدد المصابين إلى ستة وستين ألفا ومائة وتسعة وثلاثين مصابا كما انتشلت طاقم الإسعاف جثامين عدد من الشهداء بعد انسحاب جزئي لعليات الاحتلال من المدينة وسط استمرار الاشتباكات غرب مدينة غزة من جانب آخر قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن العشرات أصيبوا بقصف مدفعي وصاروخي إسرائيلي استهدف حيا رمال وتل الهوى بمدينة غزة دون أن تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليهم هذا كل ما لدينا شكرا لكم وفي أمل الله